أزمة خبز في الحديدة حيث ارتفعت بشكل مفاجئ قيمة كيس الدقيق ما أضاف عبءا جديدا على ساكني مدينة الحديدة واريا فيها الارتفاع في أسعار الدقيق لم يأتي بسبب عدامه فهو يتدفق عبر ميناء الحديدة بشكل دوري بل نتيجة اختفائه بفعل مقصود من قبل تجار المواد الأساسية بتعاون من السلطات المحلية التابعة لميليشيا الحوثي التي تتحكم بواردات وصادرات المدينة ومينائها الاختفاء المفاجئ للدقيق أدى إلى إغلاق عشرات الأفران والمخابز وهو ما جعل المواطنين يعيشون حالة من القلق على أسرهم التي تعتمد بشكل أساسي على الخبز في ظل صعوبة شراء الدقيق نتيجة ارتفاع كلفته المادية حيث يباع في السوق السوداء بسعر يصل إلى عشرين ألف ريال لم تكتفي ميليشيا الحوثي بالتسبب في أزمة الخبز في الحديدة بل قامت وفق مصادر محلية بفرض مبلغ ألف ريال على كل كيس دقيق منتج في مطاحن البحر الأحمر لصالح مجهودها الحربي وهو ما تسبب بالإضافة إلى عوامل كثيرة في توقف المطاحن عن إنتاج مادة الدقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر